مخاوف أمريكية ليس من يوم الحسم بل مما سيليه خاصة بعد أن طعن ترامب وأنصاره بنتائج الانتخابات لبعض الولايات ومنها بالطبع ولاية بنسلفانيا التي تزعم حملة ترامب وبعض مؤيديه الكبار من ضمنهم إيلون ماسك حدوث تزوير فيها أما ترامب فيرى أن هناك عملية غش كبيرة في ولاية بنسلفانيا وزعم أن كافة استطلعت الرأي مزورة وأشار في ذات الوقت أنه لا يستطيع أن يتخيل خسارته إلا في حالة واحدة وهي انتخابات فاسدة تصريحات أثرت مخاوف من تكرار سيناريو اقتحام الكابيتول مرة أخرى في حال خسارة ترامب وفي ظل المخاوف يستعد الديمقراطيون بقيادة كامالا هاريس للرد وهذا ما أكدته بمقابلة سابقة